وفي المستشفى عند أمر كانت لسه مبسوطة لأن الفهد معاها هي كانت دقوا منية حياتها والفهد بدأ يرسم عليها الحنية وتكلم وقال أمر أنا سابق مبارح ترتاح براحتك بس أنا عايز أسألك على سؤال مين اللي حاول يقتلك لأنه كان قصت يقتلك دول أعداء تابع يسين الله يرحمه ولا مين بالضبط لأن بصراحة أنا أعلان عليك أنا زورت موتك لأني خايف عليك بس برضو عايز أعرف مين علشان أخد حذري وأعرف حبيك أمر كانت مبسوطة من وجوبه جنبه كانت مبسوطة وفرحونة كانت حسن إيها سنة وفكرت في عقلها وقالت أنا ممكن أحكي له كل حاجة وأكيد أنا كده كده ميته فنظر الكل ممكن لما أحكي له أصعب عليه وخليه ينتقم من اسمه شادي ده ويلا أنا حبدأ بقى أمسل شوية وقل أنا عاوز أقول لك على حاجة بس مش عايز أنظر من النظر وعايز الحاجة دي تفضل ما بينه لو حاولت أنت توقف ووقفه لأن أنا غلبانة ومليش حاجة قولي أمو وأنا هساعد وهقف جنبك لأن الغلبانة وتستاهلي أن الكل يقف جنبك ويساعد ما فيش أي حاجة في الدنيا تستاهلي أن أنت حد يحاول يقتلك بالطريقة البشعة دي أمرت فهمت من كلامه أن هو بدأ يعفش بك زي يا سيف واتناهدت براحة ورسمت الحسن وقالت كان عندي وقتها 13 سنة وقتها كنت في مالجة لأن أهلي ميتين وقتها إيجا تبناني اللوى صراج صراج أحمد الإناوي أول ما تبناني كنت فرحولة بس لقيته بتبناني علشان أكون خدامة لي ولإبني فعلا كنت بشتغل لما تميت 20 سنة إيجا وخدني ابنه شادي كان دكتور في الجامعة وقاله أنه هيعمل لي وراء وهيعلمني حاجات ويخليني يحس أن أنا متعلمة بس في المقابل أن أنا أقرب من ياسين علشان أدمر شغل عشان هو بيقراه طبعا في الأول لما كنت شعرة في اللوى صراج ولا ابنه شكلية أنا كنت بس شايفاهم أشخاص لأنهم على طول قدامي لابسين مصقات وساعة الأكل بنقرت برا الأسر بيقفلوا على نفسه والأسر بتاحهم ما كنتش عرفه بس اللي حصل إن ابنه شادي اتطور معاه في الكلام وبدأ يوقعني في حبه بس أنا ما كنتش بحبه ولا كنت عزاه وفي يوم اختصابه طبعا هي لسه اختصاب علشان تبقى كل حاجة غصبة عنها وهو يصدق ويقف جنبها ويجيب لها حقها وبعد كده بدأ التمثل للحزن والتعب وتقول بحز اختصبني لأنه عارف إن أنا مستحيل أدخل بيت ياسين ويكونه أنا متعودتش على الخيان لما اختصبني وراني صوري وقال لي إنه هيوريها ليسين وهيقول إن أنا كنت بمزاجي علشان كده لازم أشتغل معاه في الوقت اللي كان بيختصبني فيه وأنا بحاول أمنعه شلت القنوع من على وشه وعرفت إنه هو شادي لما شفت صوره طبعا في الجهرائد ولا كنت عارفة لما كنت بروحي لكلية ليسين وفي الوقت ده أنا كنت شغالة لي زي ما هو عاوز بس كان غصبة عني لأنه كان بهديني إنه ياسين حيقتني لما يشوف الصور مكانش بإيدي أي حاجة المهم لما عمل اللي عمله بقدق تنقله أخبار ياسين كان عوزنا مضيله على ورق بس ياسين دايما ما كنتش بعرف أمضيه إذا إنه زاكي جدا في شهر المهم في يوم ونراي حاله سماته بيتكلم مع شخص إنه في عقار عايز يدخله من على شركتك إنت وياسين وزين علشان يدمركم علشان بكرهكم أول والعقار دا هيبقى منه جرعة علاك بس في إيد المنتخبين المفسدين اللي تابعه هو عاوز يدمر البلد وطبعا لما أعرف إن أنا عرفت بشغل القاصر دا خاف إن أنا بلغ عنه علشان كده حاول يقتني طب هو رئيس العصابة هو وبوه لا رئيس العصابة هو من بلد ياسين بس قاعد بره قاعد في الصعيد ببره بنروح يخلص شغلي من غير ما حد يحس به وإيج وهو بيكره عائلة ياسين جدا واتحد معاه علشان هو بيكره وعاوز يخلص عليه بس أنا معرفتش هو مين صدقني الفهد مثل إنه حزين على حالها بس فعلي باله وقال أنا لازم لازم أكلم بياسين وأقول له كل حاجة يمكن يعرف مين أعداه في البلد وبعد كده أتكلم بالصوت عالي وقال لأمر ما تخفيش يا أمر صدقين أنا هاخد لك حقي والإسمه شادي دا أنا هتقم منه بس خليكي هنا في المستشف ما تروحيش ولا تيجي لأن أنا معرف لكل إنه مقمي وما حدش هيحسب يلا هسيبك أنا والسازم فهد بالراحة وقارق كلم ياسين في التليفور وهكاله على كل حاجة ياسين ساعت ما سمع الكلام دا وقف مصدوم وهو بقولي أنت بتقولي إيه يا فاهم أنت عايز تقولي أن الشخص اللي بيعمل دا كله من بلدي وبيكرهني أنا وأبويا وعاوز يدمرنا طب هو مين؟ أنا عمري بكان بينه وبين أي حدوى لأنا وعينتي عدوة في البلد ما عرفش ياسين بس اللي لازم معرف هو لك أنك لازم تحزق لأن الراجل دا لو دخل العكار مصر حيضر قريتك وبعد كده حيضر الناس كتير ويددوهم القلاج علشان يكرهوك حاول تعرف مين دا ويحكلم أبوك يمكن ليه عدوة محد أبويا وعمري ما كان ليه عدوة محد ولا عمري حد اشتكى منه الناس كلها بتحبه وبتحترمه مفيش غير شوية الآيات إنه بيعملوا دا وشدوله هو بععدهم في عادات وعمري ما واحد منهم يوصل تفكيره لكده أنا عرفتك باللي عرفته وعلى فكرة بقى أمر مش بتقدب في الكلام دا لأنها قالتلي على كل حاجة مش هتجي في الحتة دي بتقدب وتعملي تمثيلية هي أصلا فكرة أن أنا أنقصتها وأن أنا عاوز أساعدها تمام ماشي إيه فلو أنا هحصره قفلي إيه سيه هو متضم يا ترى مين الشخص دا وعملوا يفكر ويقول يا ترى مين الشخص اللي متضاق مني قوي كده أنا وأبوي يا ترى متضاق منا ليه المهم أفتح اللاب دلوقتي وبعد هنا أبقى فكر لأنس من زين قاعد مع الزفت اللي اسمه شادي دا وفعلا فتح اللاب وبدأ يتفرق على زين وهو قاعد قدامه شادي اللي برضه لسه ملسل وبيتكلم ويقول إزايك يا زين تدقني ما قدش بتوقع منك إنك تعمل العملية قديني عملتها أنا عايز بقى عمولتي ماليش فيه قاملت يا زين هوا الدقيق بيتاخد عليه عمولة ولا إيه راضي وبعدين العمولة دي كانت بس عشان نشوف إنت وفي لينا ولا لأ وبعدين نبدأ الشغل يعني إنت عايز تقول إيه إن أنا كل رعب دا إن الشرطة تبسيتني أو شركيتي تتهز أو 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 يطلع علشان دقيق لا اسمعني بقى دقيق ملح أنا هربت لك حاجة وهاخد الثمن اللي احنا اتفقنا عليه لإما ما عندش هشتغل معاه خلاص يا عم من أنا يا حاضر بس الثمن هتاخده نص دلوقت والنص التاني على العملية الجاية والعملية الجاية دي هتبقى في خلال يومين في الشرحنة بتاعتك اللي جاية كمان يومين والشرحنة دي المرة دي ايه رض ولا قمح لا يا زين الشرحنة دي لا لكش اي علاقة فيها هي خلاص هتتاخد كمان يومين من العد انت هتاخد دلوقت خمسة وعشرين مليون نص الشرحنة دي ولما تيجي الشرحنة التانية هتديك خمسة وسبعين مليون قلت ايه موافق بس اعمل حسابك دي اخر شرحنة ما بيننا تمام موافق اما عند الفهد روح والاول مرة كان يدخل مكتب والده من يوم ما مات كان بدور على اي حاجة تثبت ان اللي هو صرحنة هو السبب في موته ولما دخل المكتب قعد يدور فيه لحد ما لقى الظرف قريب جدا خده وصله على قطه واول ما فتحه لقى الكلام اللي مكتوب فيه بدأ يقره ويقول السلام عليكم فهدي يا بني انا سبتلك الجواب ده لو انا موتت او حصل لحاجة عاوزك تبقى متأكد موت لو في حدثة يبقى مش حدثة ولا قضاء وقدر ده يبقى مترتب من صراق صراق صاحبي في يوم ريحتول البيت علشان اقعد معاه زي كل يوم بس للأسر سماته هو بيتكلم مع الزفت اللي اسمه شادي ابنه انه هما بتدوره على اختي اللي هي عمتها وعاوز اتجوزها وعاوز كمان يقتل جوزها اللي هي هربت معاه ولولي لها عيال يقتله علشان هو بحبها خلي بالك منها لو قابلتها قبل ما انا قابلها المهم قول لي ياسين يخلي باله لانهم شغالين في شغل ممنوعين ورئيس العصابة بتاعهم شغله بره بس هو من بلد ياسين وعاوز يقتل ياسين وعده وكمان زمان ابو الرئيس ده خطف عم ياسين الصغية وغلى ابنه ساعة الولادة ووهم البلد كلها ان عم ياسين مات قول لي ياسين يخلي باله كويس ويعرف مين عدوه وينتهي متشروه وخله بلكه من شادي خلي بالك على عمتها وجوزها سلام يا ابن سلام يا حبيبي الكلام الغريب ده انا لازم اروح لي ياسين حالي هو اللي هيفاهم ده كل حاجة وراح فعلا للفهم لي ياسين وقول ما شافه ياسين كان وشه أصفر مضطر قال له مالك يا ابن جام السربع كده ليه فيه ايه حصل حاجة خد الجواب ده قراه واندي هتفهم كل حاجة وفعلا خد ياسين الجواب وقعد يقراه وكان فيه كلام متشابه من كلام اما ان العدو الرئيسي هو عدو ياسين بس حكاية عمه ده اللي ابو خطر يعني ايه هو مش يعرف حاجة ان هو له عمه اصل واتكلم ساعته وقال ايه الكلام ده انا مش فهم حاجة يعني ايه انا ليا عمه وهم خطفوه ربوه على اساس ان ابنه انا مش فهم اي حاجة وبعدين كده انت شكك صحيح صراج الزفت هو اللي قتل ابوك وجايز كمان يكون ابنه شادي الزفت هو اللي قتل عمتك وجوزها تمام انا عايزك بعلاقاتك في الداخلية تعرف هو فعلا اللي قتل عمتي وجوزها او لا اما بالنسبة لابويا بس راج الكلب ده ورحمة ابويا اللي حقتله بايده وايه ابنه انا اللي حقتله لو ثبت ان هو اللي قتل عمتي وجوزها تمام خلاص ماشي يلا انا حمشة انا دلوقتي علشان اروح الصعيد وانت هتروح الصعيد ازاي ما انت عارف ان البيت بتاعكم ثمان ومتلغن نايف لسبب موت الزفتة اللي اسمها امر دي ملكش دعم انا حتصرف وقامل ابوي يلا سلام وفي البلد كاية الدنيا متلغامة علشان موت امر اللي تعرف ان هي ميتها بطلق وعايزين يارفوا مين اللي قتلها المهم ياسين لما طلب من ابوي يتقابل في مكانهم السر ابو روح و هو خايف عليه و قال له غير يا ياسين ايه اللي جايبك دلوقتي و انت عارف ان البلد كلها زمانها عيونها مفتحة على دوارن علشان العزة والكلام الفارغ ديه ايه دا يا حج ما تنساش يا راميه بس انا كان لازم اجي وبدأ يا ياسين يحكي لابوه عن كل حاجة وعن الجواب اللي لقاه صحبه وعن كلام امر وكل دا بأكل ان كلام الجواب صحب وسعتها الاب حزن و قال ايه الكلام دي يعني اخويا باد لست عايز زي مامي بابتقول احكيت اخوك بدر دا و فهمني كل حاجة و ازاي انت وصلوك ان هو مية او اختفى ازاي ابويا و امي عاملين زي عاملتك انا و امك كده مش خلفه غيره و جملي فرحي بكم سنة خلفه بدر اخويا فارجي بينك وبينه حوالي خمس سنين كان صغير وهو عنده سنة اتخطف وبعدين رجع لنا واحد فوشه مش شوه وهدوه و امي و ابويا قلبوا البلد و الحكومة علشان يعرفوا مين اللي عملك دي بس علشان ما كانش ليهم اعداء ما شكوش في حد بس امي كانت مصره ان الشخص اللي اجيالها بالجسة دي مش اخوي و فضلت كده لحد ما مات و هي بتموت قد بتوصينا لجي بدر اخوي امي احساسها مش كده و اخوي عايش و غمان واحد هو اللي بيعمل دك كله في البلد ما اقول لك ايا يا سيه احيات ابوك عندك لو لي ما عز رجي الاخوي علشان اكون حجك توصيه امي قبل ما تموت و كمان اعرف لمين اللي عملك دي فعلتي زمان تمان ما قدرناش نعرف انت عارف يا ولدي اهدى يا ابو يا سيه اهدى يا حج والله لا هعرف لك مين اللي عملت كده و رجعلك اخوه و هحبس اللي عمل فيك كده و في العيلة و اللي ضمر البلد بس ما تشدش هامي انت وهنا قاعد ابوي انا و هو نتكلم و هو كان حزيه و فجأة لقيته بقول يا سيه خلي بالك من مرتك يا ولدي خلي بالك منها علشان اكيد في يوم حيعرفوا ان انت الصجر و ساعتها اول حاجة هيحبوا يحرقوا جلبك عليها هي مرتك بتانهم هيكونوا عارفين ان اخططتوا معتها عن كل المشاكل دي قلبي يا سيه اتنفض من مكان لما جابوا سيرتي و ادائي جدا و قلبي خان او غضب قسما بالله اللي عيفكر يقرب منها اللي يكون محمن على وش الدنيا هكون قتلوا بأدائي كل حد هنا يحلم تبعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حياتي تفتكروا معايا يا ترى ايه اللي هيحصل و مين الراجل اللي هو زعيم المافيا و يا ترى مين هو اخو العمدة و يا ترى لسه عايش ولا مات و يا ترى عنده ولاد ولا لا طب تفتكروا معايا مين الشخص الخفر و يا ترى خلاص قربت الحكاية تخلص و هتنتهي و هتتجمع لعيلة من تاني و بدر اخو العمدة هيرجع و اذا في حاجة هتقلب الموازين بسا تانية رأيكم في التعليقات و متمنى ان الحلقة كنا عجباتكم و اذا عجباتكم لا تنسويني باللايك و اشتركوا في قناة تفايل زر الجرس تفايل زر الجرس